يعني سلسلة الحلقات دي بدأنا بجبر الخواطر وقلنا جبر الخواطر على الله وقلمنا في هذه القيمة وهذه الفضيلة أهميتها في الدين أهميتها في التعامل بين الناس وبين المخلوقات جميعا النهاردة الحقيقة القيمة اللي اخترناها لحضراتكم عشان كده بقول لكم أعتقد أن احنا محتاجينها جدا قيمة الرحمة أعتقد أن احنا في أشد الحاجة وأمس الحاجة أن نتذكر معنى ومفهوم الرحمة في الإسلام الرحمة يعني مظلة كبيرة جدا بتشمل تحتها كل المعاملات كل المعاملات بلا استثناء التي نصت عليها الأديان السماوية بين البشر وبين البشر ومخلوقات الله جميعا الآيات القرآنية الحقيقة الكريمة فصلت الكثير من خلق النبي الرحمة عليه أفضل الصلاة والسلام رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام حتى سمي بنبي الرحمة وعمقت هذه الآيات القرآنية الكريمة خلق الرحمة بوصفه خلقا محوريا نابعا من أسماء الله الحسن فهو جل شأنه الرحمن الرحيم ربنا سبحانه وتعالى يعني سمى نفسه الرحمن الرحيم اختص نفسه بهذه الصفة الرحمة بيقول لا عز وجل في كتابه الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا إذا كنت فضا غليظ القلب لنفض من حولك يعني لين القلب لأن الرحمة معناها على طول أو بيرادفها على طول لين القلب أعتقد أن احنا محتاجين نرحم نفسنا شوية نرحم نفسنا من الكره نرحم نفسنا من البغضاء من الضغاء بكل أشكالها من النفسنا من الغيرة والحسد والغل نرحم نفسنا شوية من كمية الكره اللي بقت حوالينا والتشكيك المستمر في نفسنا وفي أي حاجة ممكن تبقى حلوة أو يعني فيها بادرة إنها ممكن تبقى حلوة أعتقد أنه الحديث عن معنى الرحمة ومفهوم الرحمة ودورها في حياة الفرض والمجتمع وإزاي المولى عز وجل لما تكلم عن الهدف من رسالة نبينا مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين أعتقد أنه هذا المفهوم مهم جدا هنتكلم عنه بكل صور وأشكاله إن شاء الله بإذن الله أنا عارفة أنه حضراتكم بتنتظروا ولقاء الدكتور خلال ترجمة نانسي قنقر